تعد الشمس نجماً هائلاً يتوسط نظاماً الشمسي وهي المصدر الأساسي للطاقة والحياة على كوكب الأرض تشكل الشمس حوالي تسعة وتسعون ستاً وثمانون في المائة من كتلة النظام الشمسي وتعادل كتلتها ثلاثمائة وثلاثاً وثلاثين ألف مرة كتلة الأرض تقع الشمس في أحد الأذرع الحلزونية لمجرة درب الاتداني على بعد حوالي سبعاً وعشرين ألف سنة ضوئية من مركزها تلعب الشمس دوراً محورياً في النظام الشمسي فهي تصدر الشمس طاقة هائلة على شكل ضوء وحرارة تشكل المصدر الأساسي للحياة على الأرض تحافظ قوة جاذبية الشمس على دوران الكواكب حولها في مسارات ثابتة يعد ضوء الشمس ضرورياً لعملية التركيب الضوئي وهي العملية التي تنتج الغذاء للنباتات تؤثر الشمس على مناخ الأرض حيث تسبب تغيرات الفصول تعد الشمس مصدراً هاماً للطاقة والحياة على كوكب الأرض فهي تضيء نهارنا وتدفئ أرواحنا لكن ما هو مصدر طاقة الشمس؟ الفرق بين احتراق الشمس والاحتراق على الأرض الاحتراق على الأرض يعتمد على تفاعل كيميائي يجمع بين عنصرين أحدهما يسمى الوقود مثل الخشب أو البنزين والآخر هو الأكسوجين ينتج عن هذا التفاعل حرارة وضوء احتراق الشمس لا تعتمد الشمس على الاحتراق الكيميائي بل على تفاعلات نووية تسمى الاندماج النووي الاندماج النووي هو عملية دمج نواتين ذريتين خفيفتين لتكوين نوات ذرية أفقل مع إطلاق كمية هائلة من الطاقة ينقسم ميكانيزم الاندماج النووي إل أولاً الاندماج تصطدم نواتين ذريتين خفيفتين مثل الهيدروجين بسرعة عالية جداً بفعل درجات الحرارة المرتفعة ثانياً التغلب على التنافر تتغلب القوة النووية القوية على التنافر الكهروستاتيكي بين النواتين ثالثاً إطلاق الطاقة تطلق كمية هائلة من الطاقة على شكل حرارة وضوء تنقسم العوامل التي تساهم في عملية الاندماج النووي إل درجة الحرارة المرتفعة تتطلب عملية الاندماج النووي درجات حرارة هائلة تصل إلى ملايين الدرجات المئوية الضغط العالي يساعد الضغط العالي على تقريب النواتين الذريتين من بعضهم البعض الكثافر العالية تساعد الكثافر العالية على زيادة احتمالية استضام النواتين الذريتين تنقسم مراحل الاندماج النووي في الشمس إل أولاً الاندماج الأولي تبدأ العملية بدمج نواتين من الهيدروجين بيتريوم لتكوين نوات هليوم هليوم ثلاث مع إطلاق نيوترينو تتفاعل نوات الهليوم ثلاثة مع نوات هيدروجين أخرى لتكوين نوات هليوم هليوم أربع مع إطلاق بوزيترون ثانياً سلسلة البروتون بروتون تتفاعل نواتان من الهيدروجين بروتون معاً لتكوين نوات ديوتريوم هيدروجين اثنان مع إطلاق بوزيترون ونترينو تتفاعل نوات الديوتريوم مع نوات هيدروجين أخرى لتكوين نوات هليوم ثلاثة مع إطلاق طاقة تتفاعل نواتان من الهليوم ثلاثة لتكوين نوات هليوم أربع مع إطلاق طاقتين ثالثاً دورة سيينو تتفاعل نوات كربون 12 مع نوات هيدروجين لتكوين نوات نيتروجين 13 مع إطلاق بوزيترون تتفاعل نوات نيتروجين 13 مع نوات هيدروجين أخرى لتكوين نوات أكسجين 14 مع إطلاق طاقة تتفاعل نوات الأكسجين 14 مع نوات هيدروجين أخرى لتكوين نوات نيتروجين 15 مع إطلاق طاقة تتفاعل نواة النيتروجين 15 مع نواة هيدروجين أخرى لتكوين نواة كربون 12 مع إطلاق طاقة ونيوترينو أنواع التفاعلات النووية التي تحدث في الشمس الاندماج النووي هو التفاعل الرئيسي الذي ينتج الطاقة في الشمس يتم دمج نواة ذرات الهيدروجين معا لتكوين نواة ذرات هليوم الانشطار النووي هو تفاعل ثانوي يحدث في الشمس يتم تقسيم نواة ذرات اليورانيوم إلى نواتين أصغر كيفية انتقال الطاقة من قلب الشمس إلى الفضاء أولاً الإشعاع الحراري تنتقل الطاقة من فلال تصادم الفوتونات مع ذرات الهيدروجين والهليوم ثانياً الانتقال الحراري تنتقل الطاقة من فلال حركة الغازات السافنة في قلب الشمس ثالثاً المغناطيسية تنتقل الطاقة من فلال المجال المغناطيسي للشمس تنتقل الطاقة من فلال المغناطيسي للشمس